في هذه الجبال الواقع شرقي مدينة القدس يقتن بدو قبيلة الجهالين بعيدا عن التفاعلات السياسية ولكن وجود مستوطنة معلي أدوميم ورغبة إسرائيل في توسعتها وضع البدو في الواجهة فقد أبلغتهم السلطات الإسرائيلية أن لا خيار لهم إلا بمغادرة المنطقة بالكامل ووزعت على معظمهم قرارات إخلاء وهدم وبالفعل باشرت بذلك الأمر الذي رفضه البدو فأجوا عندي مبارح فأجت أكثر من 15 سيارة جيش جرافة وشاحنة كمشوا الخيام وكمشوا البراكسات كسروهن وحملوهن وراحوا فيهن علم أنه هاي ثاني مرة أنا كمان هدولي في 31 عشرة هاي ثاني مرة هم هدولي حسب تقرير الأمم المتحدة يعيش البدو في ظل تهديد متواصل بهدم منازلهم ومدارسهم وحظائر ماشيتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على تصريح إسرائيلية للبناء وهم يتعرضون إلى خطر أعمال عنف من المستوطنين بشكل روتني إضافة إلى توسيع المستوطنات توجهنا إلى الإدارة المدنية تابعة للجيش الإسرائيلي التي قالت إنها تبحث عن حلول لتحسين معيشة البدو في كل المنطقة وإنشاء بنية تحتية مع الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات البيئية والصحية كما قالت الخطة الإسرائيلية ترمي إلى تحويل كل هذه الجبال إلى مستوطنات يهودية ذلك لا يمكن أن يكون إلا بعد طرد البدو من هذه المنطقة أولئك البدو عليهم مواجهة الجرفات الإسرائيلية التي لن تبقي ولا انتظر أي بدوي في هذه المنطقة الأمم المتحدة بكل وضوح أبلغت إسرائيل أن ما تقوم به يعد تهجيرا قصريا للبدو في مخطط إسرائيل بترحيل البدو الذي يقارب عددهم تقريبا 2300 بدوية سكلون في 20 مجمع للمنطقة الخان الأحمر بشكل قصري هذا نسميه تهجير قصري أو أوحيل قصري لمجمعات سكنية مدنية من مأواها الأساس إلى مناطق أخرى بالنسبة لأن هذا التهجير هو تهجير غير شرعي يتعارض بشكل صارخ مع القوانين الأساسية لقوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية المكان البديل الذي اقترحته إسرائيل لإسكان البدو هو بالقرب من مكب النفايات هذا الأمر الذي رفضه البدو هم بعطون البديل في العزرية في الجبل بسموه الجبل فهناك الجبل جاء على مكب النفايات فغير قابل للحياة يعطونا بديل ثاني عنه نرضى نحن مجد ضد الاستقرار نريد أن نستقر كهرب ومية ومدارس صحة لكن النقطة هاي اللي أعطونا إياها هاي قيلة بحكم هنالين بلعدامي ورحنا عليها يحضر القانون الدولي الترحيل القصري للمدنيين بصرف النظر عن الدافع أو الوسيلة ويحضر التدمير المتعمد للممتلكات المدنية الخاصة وكذلك نقل المستوطنين الإسرائيليين للسكن على الأراضي المحتلة أحمد البوديري بي بي سي من شرق مدينة القدس